السلام عليكم كانت منكم تكونوا كلكم بخير الى خير اليوم شاء الله غادي نوجد معاكم رزة القادي بكمية كبيرة وغادي نعطيكم خمسة ديال الاسرار باش تنجح معاكم الرزة وما تعدبكم شو غادي تجيكم ساهلة وغادي توليهم محترفين في الرزة القادي وغادي تتخدم ليكم بحال الشكل ديال الشعرة كما كتشوفو فهات الصورة ساهلة كتبغي واحد خمسة ديال الاسرار غادي تطبقيها وبلا ما تحتاجي لماكينة لا موس لتاشي حاجة وغادي تتربيها وغادي تجيك ساهلة وغادي تعجبك ان شاء الله كنتوا بزب منكم اللي طلبوا مني هاد رزيزة كنت نزلت في السابق واحد الفيديو ماخداش الحق ديالو وكنت فعلا زربتو شي شوية وكانوا بزب منكم اللي قلتو لي احنا بغينا رزيزة ولكن زربت لينا ما شفناش كيفاش ختمات السيدة دبا غادي نزرب لكم العجينة احد العجينة معروفة ولكن بالنسبة مني كاتب دات تخدم الرزيزة را ما ما زربتاش بززاف غادي تشوفوها ان شاء الله العجينة البنات تقدر تجوج كيلو ديال طحين وكنديروا الماء الملحة الكافية وغادي نجنو بالماء عادي اول حاجة لبنات سر الاول العجينة خصها تكون قاسحة هذا هو السر الاول العجينة ديالنا تكون قاسحة المهم المئلة بغيتو دي ما عمرها مدارة رزة غا تبدو تقريبا بخمسمائة جرام ديال الطحين غادي تجيكم سهلة وغادي تعجنوها اول سر اللي غادي نعطيكم هي العجينة تكون قاسحة في الاخر كتبقى ودك الطحين كتجمعو في كي ما كتلاحظو تشي مقطع محيتو باش تعرفو كيفاش اللي مهتم بحال هاد الرزيزة انا تيعجبوني سانا بحال هذه الوصفات المغربيات تيعجبوني بزا وتيحمقوني وتنبغين اعرفهم تنبغين اعرف الطريقة ديالهم وتنبغين اعرف المهم حيدنا القصرية باش غادي ندلكوها في الرخامة باش كتجير راحة كي ما كتعرفو معا هي قاسحة و القصرية كتبدأ تلعب هي من الاحسن ندروها في الرخامة تاني حاجة البنات سير تاني هو دليك غادي الواحد يصبر ويدلك غادي القوام زيان بحالة تشكل ماشي كتتجر العجينة الاخر كتبقى بحالة كتحرب لياه بحالة كتحرب لياه هاكا تديري لها هذا سير سير تاني ونسيت سير تالت ونوعية الدقيقة نوعية الدقيقة تكون ممتازة يعني الدقيقة الأبيض الخاصة بالحلويات فورس يكون نوعية اللي هي مزيانة سافي غادي نشدها وغادي نقطعها تقطعوا آآ القياس اللي بغيتهم بالنسبة لهذا القياس متوسط ماشي صغير وماشي كبير مهم جوج كيلو انتو ما غا تحسبو اش حال خرجت لي مهم دابا آآ قلنا بطحين يكون مزيان قلنا العجينة تكون قاسحا تاني عاود قلنا اخصاد دليك مني كنقسموها تاني كان عاود ونديروا لهذا العملية هادا رقية تسمى دليك ومني كن نديروا رزيزة را كنخدموه بزات الحويج في في الكوزينة في الدار وحنا كنخليوها زعماء بالنسبة لدابا غادي نبدأوا نستعملوا على تشكل كندلكو فيها اولا كان وكان غطيوها باش ما كتنشفش وكان حطوه كان اخدو واحد البلاتو وكانسفو في هادا رزيزة يعني العملية السهلة آآ حاجة لما كنتيش بغادي تخدميها شوائيا ما كتجيكش زوينة ما كتعرفيش مني تتبدي داباي لامشيتي على هاد هاد المراحل غادي تجيك مسربية وسهلة انا براسي عجباتني بزاف انا كتكنستعمل الماكينة كتكنستعمل ديال الموس ولكن هادي احسن احسن منهم وما في هاش دكت شخطين ديال الزبدة وديال آآ بزف المسائل وليوم البنات انا درتها بزبدة سباسيال إلا بغيتوها آآ ديروها بزبدة سباسيال آآ المرة اللي فاتس كنت درتها بزبدة يعني آآ نباتية ودابة درتها بزبدة آآ حيوانية كنبقى مستمرين على نفس الكيفية وحنا كنخدمه على هاد الشكل وكنحطوه بالنسبة نعطيكم معلومات بالنسبة للرزيزة اللي ما عارفهاش بالنسبة للدول العربية كنديروها اه نديروها اه نديروها مع مع اتاي يعني شاي اولا مع قواء اولا كنديروها اغلبية كنديروها تاني عود مع الفيسة مع الدجاج كنديروها بزفت الاشياء صافي كنستف مني كنكملو كندهنوها بشوية دياز السيس وكنقادوها مزيان فهاد لوقيتها غادي نغطيو اليها البلاستيك الغدائي وغادي نساوها ما غاديش نقربو لها نهائيا يعني غادي نخلي وترتاح ومشي ونقضيو حاجة اخرين آآ ده بوصلنا شحال من سر اللي قلنا قلنا آآ نوعية دقيقة تكون مزيانة قلنا تكون العجينة قاسحا قلنا اخصنا ندل الكوها يعني ثلاثة الاسرار السر الرابع هو اخصها ترتاح يعني ترتاح نسيها يعني تخليها ماشي نقول لك انا اخليها واحد ساعة احنا درناها وغطيناها ومشي نقضيناها درنا حلوة درنا اغداها درنا بزفت المسائل عباش رجعنا لها مني كنرجعو لها كان شدو زيت فقط اللي كان خدمو باللول هادا هادا سر هادا هو الخامس تندهنو بالزيت وما كانش فيها الضياع دي الزيت والتخطين دي الزبدة نهائيا بحل كوها كتدير دبا علاش ما كتديرش الزيت الزيت علاش ما كتديرش عافوان الزبدة الزبدة اللي دارتها كتتلصق مع بعضياتها ومني كنديرو هاد العملية كتدينها شوية صعيبة هادي العملية اللي قلتوا لي بانني زربتها بزف ولكن دبا راني خليت لكم المقطع مزيان هي ضروري حترة عشان نقول لكم ارى اتناشر دقيقة فيها بنكدير هاد العملية وضي لتناشر دقيقة ولكن انا بغيت اه نسرعها شي شوية المهم كان ديرو الزيت وكان عودو رجعو اه كان حطوه في اليمين ومن بعد اه في الياسار كان بقى وغاد الزيت ده باز الزيت نهائيا توصلش الزبدة حتي لو وصلت هي الزبدة كتلصق مع بعضياتها وما كتجيكش هاد العملية تساعدك باش انها اه نحولوها من اليمين الى الشمال اه بالنسبة نهضر لكم على الزبدة الزبدة ندرتها يوانية كان شدها وكان ندوبها بزيان كان ندوبها كان نحيد منها داك الحليب باكن خليش داك الحليب وكان نحيد من هيديك الفرارة اللي كانت تكون الفوق، اللي كانت شوية حامضة وكان المهم والزبدارة ما كانت ضي قوي عش بزياب بالنسبة للجوش كيلو تقريبا وحاد ربعميات كرام بحلاقق واقل بكيشيط المهم هاد العملية كاتبقة تضي واشدها وتجيبها دائرة جوج بحلاكي كاتري حادي وكاتري حادي وكاتري حادي عملية سهلة والتقنيات بساط وزوينين كيف يفرحو ماشي كيف يخلعوه وفي الأخر الشكل ديالهم كيجي بحال الشعر ونزيدكم حاجة أخرى يمكن لكم تديرهم في المجمد تلويهم تخليهم تاي بيردو وتديروا واحدة إلى واحدة وتديرهم في بلاستيك غذائي وخد ديرهم كلهم مجموعين وكتخليهم وقت ما بغيتهم كتجبدوهم إلا كنتوا بغيتوا تديرهم يعني رفيسة بالجاج بلدي غادوا تبخروهم كنتوا بغيتوا تانيعا وتحطهم في الفطر غادي تبخروهم يعني المسائل ساهلة وكتبغى ودابا مع الصيف كي يجيوا العائلة والماء والحباب يعني بحالة المسائل كان بغيتوا معتش تقليدي كان بغيتوا ما يموتش ولكن غا هي الواحد ما يكترش آآ المكلة فيهم وصع في كان بغيتوا نحطوهم كان بغيتوا ندقوا منهم كان بغيتوا بزاف الأشياء ولكن غا الكترة لا كانت من البناتجي عادتكم بلاي لايك والبرتاج كيف ديمة مع الأهل والحباب ديركم وما تنساوش تقطع الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وكنت سنة تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام غادي نخلي لكم روا بيديوهم في أول تعليق إن شاء الله وكنشكركم جزيل الشكر على تعليقات ديركم زوينا وعلى آآ المشاهدة وعلى تطبيقات ديلكم دابا العملية اللي أخرى البنات هانتوما صافي جابت الزبدة احداها صافي دابا كتدور كتدور على يديها وكتدهن بالزبدارة ما كتكترش هانتوما مره مره فين كتاخد الزبدة وحاجة الثالثة اللي بغيت نقول لكم هي وخط كتدور تقطع لكم غادي تتعاود وتهزوا وتمشيوا آآ علاش طحيل مزيان آآ خصو يكون نوعية مزيانة باش في هاد في هاد لوقيته ما كيبقاش يعدب تبقى زوين كيتجر وكييرقاق وماشي كيتقطع دابا يلا تتقطع لها مره مره ولكن غا في هاد لوقيته فين كتد جمع بالزربة مني كانت في اللول فاش كانت كتحط اليمين والياصار ما كانش تتقطع كيبقى هو هو باش تتكون وحد طحيل اللي هو مزيان علاش كان بغيره مزيان على هاد السبب صافي غادي تكملها وغادي نوريها لكم وغادي تشوفوها وغادي ندوزوا ان شاء الله المرحلة الثانية هو الطيب دياله مع انتو ماشي كيجات شي حاجة لي الطب صافي من بعد ما كملعتهم المهم دائما تتغطيو غادي باش ما تحسوش بهم كنغطيوهم كنمشيو نتغدوهم مع ريوساتنا وكنرجعو لهم كنديرو دابا وحد المقلة لي كاتسخن كنخليوها كاتسخن ولكن نار متوسطة جاية ماشي مجهدة كان المقلة كاتسخن وصافي كنبدوو نوجدو تاني حاجة ديقراس ديالهم مخصوش يكون آآ ارقيق بزاف يعني غادي تقرسوهم غايبقوا بحال شكل بطبوط عندما كما كتلاحظو غادي تقرسوهم بحال شكل ديال بطبوط صافي كيش الدور يوصم تكي يبانو بأنه تحمر شوية غادي تقلبوهم صافي وغا تخليوهم يطيبوهم زيان يطيبوهم الداخل مزيان على نار كيما قلت لكم آآ متوسطة واقل من متوسطة صافي منكيش دوروصهم كنديرو هاد العملية منكي يطيبو كنحسو بهم غادي نحمروهم مزيان كنديرو هاد العملية وهانتما كيما كتلاحظو شي حاجة لي اكتر من رائع صافي كان بقوا مستمرين على نفس كيفية كنكمل آآ هاد الرزة ديالنا وكيما كتلاحظو غادي نخليوها تبرد وغادي نديرها في المجمد وفين محتاجي تي حاجة كن نجبدها اما مهم على حسب الحاجة وصافي او بصحة وراحة وكنتمنى نكون فتكم ولو بالقليل حتش حويج اللي كيعجبوني كان بغين بارتاج يوم معاكم باش الناس يستفدو حت بزاف هاد اليوتوب راضي رفينا خير كبير باش كان سستفدو من بعضياتنا وكان نقربو آآ بزاف الحويج البعضياتنا وهاد الشي اللي كاين وشكرا على المشاهدة السودية اكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا